السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم خالد بوزان في فيديو جديد وزير الداخلية الألماني هوست زيهو فأكد أنه لن يتم التشدد في التعامل مع طلبات اللجوء السورية على الأقل في الوقت الحالي تحدثنا في فيديوهات سابقة أنه المكتب الاتحادي الهجرة واللاجئين غير من قوانينه النازمة فيما يتعلق بطلبات اللجوء السوريين تحديدا منذ منتصف آزار وكانت الأمور غير واضحة وقالنا أنه سيكون هناك رأي حاسم قبل وزارة الداخلية اللي هي السلطة الأعلى للبنف واستنادا لوزارة الخارجية الألمانية اللي هي تعطي صورة عن الحالة الأمنية لكل بلد في العالم وبناء على طلبات اللجوء المقدمة من قبل السوريين ما تحصل بشكل أوتوماتيكي على صفة اللاجئ أو صفة الحماية السنوية وإنما تم إعطاء بعض السوريين صفة فقط منع ترحيل تصريح وزير الداخلية هو مهم جدا لجهة أنه أكد هو وحسم الجدل يعني القائم أنه لن يكون هناك تغيير في التعامل مع طلبات اللجوء السوريين على الأقل في الوقت الحالي ولكننا نراقب الوضع عن كسب يعني طبعا راح يتم تقييم وضع يعني وضع سورية يعني بشكل دائم يعني قبل وزارة الداخلية وبالتالي أنه هذا القرار أيضا ليس نهائي وإنما مبدئيا لا يوجد تغيير في التعامل مع طلبات اللاجئين السوريين بالنسبة للبنف لأنه في حركة حصلت في الأسابيع الأخيرة أنه البنف بطل يعطي قرار بشأن طلبات لجوء السوريين يعني يوقف عملية البحث في طلبات لجوء السوريين رئيس ما يصدر قرار نهائي من قبل وزارة الداخلية ويبدو أنه القرار جاء الآن من وزير الداخلية أنه لن يكون هناك تغيير وبالتالي سيعود الوضع إلى ما كان عليه اللي هو كان أنه أغلب الناس تحصل على الأقل على زبزي ديغة شوتس يعني الحماية السنوية طبعا الأفضل أنه تحصل على فلشلينج شتاتوس يعني ولكن البنف بشكل عام يعني معظم السوريين حاصلين فقط على صفة الحماية السنوية فيه كان جدل حاصل حول هالموضوع أنه كيف البنف يعني بتصرف من حاله وبيغير طريقة التعامل مع السوريين يعني يدون الرجوع لوزارة الداخلية وفهم في ذاك الوقت أنه ربما يعمل يعني تحت تغطية وزارة الداخلية الألمانية ولكن على ما يبدو أن الأمر ليس كذلك أو أنه صار في جدل يعني كبير وحسم يعني الموضوع لصالح عدم تغيير طريقة التعامل مع طلبات لجوء السوريين فيه نصيحة جدا مهمة بحب أوجهها الأخواني السوريين الناس اللي قدمت طلبات لجوء بعد 15 ثلاثة وحصلت فقط على منع الترحيل يعني بنصحهم أنه يقدموا اعتراض على هذا الشيء إذا كانت ضمن المدى القانونية على الأقل أو التوجه لمحامي وتوكيل محامي والاعتراض على هذا القرار والمطالبة بإقامة أخرى يعني الأفضل أنه طبعا ترجع تحصل إما على صفة لاجئ على الأقل أو صفة الحماية السانوية أفضل من الأبشي بفبوت فالناس اللي أنه في عدة مئات من السوريين حصلوا فقط على الأبشي بفبوت وبقرار وزير الداخلية الألماني هذا يعني أنه بغير حق تم إعطاءهم فقط الأبشي بفبوت وبالتالي يجب أن يعاملوا معاملة طبيعية يعني حسب القوانين النظمة لموضوع البنف وبالتالي يحصلوا على الأقل يعني على إقامة الحماية السانوية وهي طبعا إقامة أفضل يعني من هذه الأبشي بفبوت اللي أعطوها لعدة مئات من السوريين بعد 15 لاتة هذا يعتبر يعني تطور إيجابي بالنسبة لموضوع السوريين يبدو أنه الضغط الأعلامي وضغط المنظمات الإنسانية يعني جاء بنتيجة لجهة أنه حسم الموضوع وعدم ترك الموضوع معلقا يعني وأنه البنف يحسم الأمور يعني من طرف واحد دون ما نعرف أنه شو هي السلطة الأعلى اللي عطت هذا القرار والآن يعني توضحت الأمور وحسم الموضوع ولن يكون هناك تغيير في طريق التعامل مع السوريين وسيستمر يعني السوريون بالحصول طبعا حسب الأنظمة الأخرى يعني النظمة على صفة اللاجئة أو على الأقل على الحماية السانوية هات كان كل شي لهذا الفيديو أتمنى أكون أفتكم من خلال هالمعلومات تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر